من خلال الصباح هي دائما نوافذ مفتوحة على مساحات النبض الصباحي نحتفي بهذه الأرض وبالسودان الإنسان والأرض وحديث مختلف دائما وفي زوايا مختلفة للنبض الثقافة والموروث الثقافي السوداني وبلدنا حلوة دوء بالتفاؤل والفروسية ممزوج بجمال الطبيعة والهواء والخاطر الخصب بحب الآخرين في جبال ووديان وسهول ترفرف فيها أوراق الخريف المخطر بسماحة الأهل والأحباب هي أركويت الأرض البكر بأمنيات المستقبل الماضي الذي لا تتجاوزه ذاكرة التأريخ حاضر يحفظ لصاحب هذا الضريح أثمان ديجنة بسالته في كسر المربع الإنجليزي في معارك التيب والتامعي ومباني نقشت برغبة الحاكم العام الإنجليزي أنا ذاك وهو يحكم السودان من حيث يأتيه الهواء الضلق موسيقى ترتفع منطقة أركويت 3000 قدم فوق سطح البحر وهو ما أعطاها مناخا يتذوق فيه الناس طعم العافية ويتأملون الطبيعة على امتداد الأفق فبين طيورها وأشجارها ومائها ورملها يحكي الأطفال أحاج الكبار عرف المجاذيب هنا بنار القرآن المتقدة يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم مما جعلهم محل تقدير واحترام حتى إن مدافن موتاهم تجد من الاهتمام والرعاية ما يجعلها مزارا للناس إرفانا بجميلهم موسيقى أركويت معروف عنها تميزها المناخي الذي يمكن من زراعة كافة أشجار الفاكهة كالرمان والتفاح والعنب وكذلك الخضروات بأنواعها فهي أرض صالحة لبقاء الناس إذا توفرت العزائم والمياه كويت مأهولة بأشجار الزقوم الأخضر على الدوام ومنه تبنى أغلب المساكن فضلا عن أشجار الأراك التي تستخدم في نظافة الأسنان وجميعها مكومات للسياحة تجعل الزائرين إلى هذه المنطقة يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة في مدن بورسودان وسواكن تصبح أركويت أفضل الخيارة ترجمة نانسي قنقر 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 فالمكان هنا ممتع للغاية ومع أن أغلب الحيوانات المتوحش قد هجرته إلا أنه يظل من المعالم البارزة والمهمة بالمنطقة سيات أركويت مسكونة بهدوء الجبال والوديان وصاخبة برواد البيبوب الرقصة المحببة إلى النفس يحتفل بها الشباب عند قدوم المساء وساعات الفرح فهم فتية من المرؤة والإقدام والكرم بمكان تحيا لهذا الوطن بكل هذا الألق وبكل هذا المغروس الثقافي